في كل فصل من فصول العام يختلف النظام الغذائي لدى الإنسان ويرجع ذلك الاختلاف أنواع الأغذية المتوفرة في فصول السنة ففصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة فيه يزيد من حاجة جسم الإنسان للطاقة والأطعم التي تزيد من دفء الجسم مثل الحلويات والمشروبات الساخنة وغيرها من الأطعم والمشروبات للتعرف والحديث أكثر عن الأطعمة الصحية والمفيدة للإنسان في فصل الشتاء والتي تتقيه في بعض الأحيان من الأمراض التي تنتشر في هذا الفصل أرحب بضيفي هودا في الاستوديو الدكتور بحبود الشيخ علي خصائي التغذية العلاجية وطب الأعشاب ودير بركز ابن نفيس أهلا وسهلا فيك معنا دكتور محمود يسعد صباحك أسهلا الله صباحك وكل المشاهدين أعزائي نعم تحدث عن نضوع مهم وبهم كافة الناس في فصل الشتاء وهي النظام الغذائي والأطعمة الصحية والمفيدة في فصل الشتاء نتعرف في البداية على ما هو النظام الغذائي في فصل الشتاء وكيف يؤثر عادة فصل الشتاء على غذاء الإنسان زي ما تفضلت حضرتك في المقدمة أن كل فصل له عادات غذائية مختلفة إحنا عادة للأهلة الأولى فصل الشتاء معناته برودة معناته بدي أخذ إشي بيحتوى على طاقة سواء السكر زي ما تفضلت أو المشروبات الساخنة وللأسف الشديد هذا اعتقاد خاطئ عند الناس وبالعكس هو يزيد حالة الإنسان سوءا إذا إحنا بنا نتمد على هذا الموضوع لسبب بسيط جداً الآن إحنا في فصل الشتاء في عنا شعور بيجي أنه أنا بحاجة إلى طاقة وهذا الشعور بيجي من وين؟ أنه درش الحرارة مثلاً عشرة درش الحرارة جسم جوه 37 الجسم يجب أن يحافظ على درش الحرارة الداخلية وإلا رح ينهار أو يصير في عنده مشاكل لذلك عشان يحافظ على 37 هاي الداخلية معناته بدي يضطر أنه إما يستهلك أكل بالذات يحتوي على جولوكوز أو يضطر يأخذ من المخزون الداخلي للأسف الشديد الناس مباشرة بتروح بالوهلة الأولى أو ربما إحنا برمجنا على ذلك أنه إحنا رح نأخذ حلويات سكر كتير فبصير عندنا الحالة عكسية كيف أنه أنا بطلع من فصل الشتاء بزيادة في الوزن وإعياء إيش الإعياء جاي؟ إما من الوزن الزائد أو نتيجة تناول الأغذية الغير صحية أول شيء أن الجسم يحتاج إلى مشروبات ساخنة هذه برضو معلومة خاطئة ليش؟ لأنه سواء أنا شربت مشروب ساخن درجة حراته 70 أو 80 أو شربت مشروب مثلج في فصل الصيف في كلتا الحالتين رح يصير عندي مشكلة في عملية الهضم ليش؟ لأنه لما أنا بجرد مشروب ساخن بيضل بالمعدة لعند مصير درجة حراته 37 فهذه الحالة لأنه لن يحدث الجسم رح يحافظ على 37 لا بالزائد ولا بالناقص معناته رح يضل الأكل اللي أنا أكلته أو المشروب اللي أنا شربته وهو ساخن موجود بالجسم لعند ما تحدث له عملية التبريد لعند 37 إذن معناته أنا جسمي مش محتاج مشروبات ساخنة كما يعتقد الكثير من الناس وبنفس الوقت هو مش محتاج سكر أو الحلويات التي تحتوى على كمية كبيرة من السكر ليش؟ لأنه الجسم رح ياخد جزء بسيط منه والباقي رح يتحول إلى دهون لكن في فصل الشتاء وأنا بحاجة إلى العودة إلى المصادر الطبيعية التقليدية بعيدة عن السكر الأبيض وبعيدة عن الأكل الساخن بالمفهوم التقليدي على سبيل المثال مثلا أنت تعالي شوفي فواكه فصل الشتاء سبحان الله كل موسم له فواكه خاصة فيه ليش في فصل الشتاء عندنا البرتقال والحمديات والآخرين الحمديات بشكل عام تكون أكثر في فصل الشتاء والناس بتحاول ما تبعد عنها اعتقادا منه هذا مشروب ساجئ أنا ما بدي أكله ليش لأنه أنا في فصل الشتاء بحاجة إلى جهاز مناعة قوي عشان يقدر يقاوم البرد والعدوى التي تنتشر في فصل الشتاء فأنا بحتاج إلى جهاز مناعة قوي من خلال فيتامين سي الموجود في الحمديات من خلال البيتامينات والمعادن والألياف والفايتو كيميكالز الموجودة أو المركبات الكيميائية الموجودة في الحمديات اللي بترفع عندي جهاز المناعة أيضا بحاجة إلى تناول الشربي في فصل الشتاء تركز حديثنا ويقتصل الفكرة بشكل مبسط للجمهور الحلويات لا تمد جسم الإنسان بالطاقة في فصل الشتاء كما هو معتقد هي تمده ولكن إحنا ما بناخدش المطلوب بمعنى لا لو أنا بدي أخل قطعة حلويات لا أعتقد واحد من المشاهدنا يكتفي بقطعة صغيرة ليش؟ لأنه تعرفة 70% من الحلويات سكر أو قطر والقطر سكر لما أنا بتناول السكر السكر عبارة عن جولوكوز وفركتوز وعملية امتصاصه سريعة في الجسم لأنه أصلا هو داخل الجسم فتشعر الإنسان بالشبع بشكل سريع ويجوع بشكل أيضا أسرع يريد تشعره بالشبع يعني أنت عملك شفت واحد أكل معلقة نابلسية وسابها أقصد دكتور بعد تناول هذه القطعة أو القطعتين أو ثلاثة يشعر بالشبع يشعر بالشبع السريع ولكن شبع وعمي هذا ما أتحدث عنه من وين بيجي؟ لأنه لما أنا بأخذ قطعة الحلويات كويس؟ اللي فيها جولوكوز وفركتوز الجولوكوز طبعا بدخل الخلايا معناته هسر في عندي إفراز للإنسولين لأنه بتم إفراز كمية كبيرة من الإنسولين لأنه الدخل عندي سكر بسيط فالجولوكوز بدخل الخلايا وجزء من الإنسولين بضلوا برا فبصير أنه أنا بصير عندي بحس بهافتان أكتر فبدي أكل أكتر الآن إنسولين كتير جولوكوز كتير راح يساعده بعد ذلك في أنه يتخزن على شكل دهون عشان هيك إحنا بنزيد في فصل الشتاء نهيك إنه كمية الفركتوز اللي أنا بتناولها من السكر الجسم لا يحتاجها كلها معناته راح تخزن على شكل دهون على الكبد وبالتالي تصبب مشاكل في السمنا سواء السمنا أو المشاكل الصحية طيب إذن نكمل حديثنا دكتور محمود حول الأغذية الصحية تحدثت عن الفواكه عن الشوربة خصوصا شوربة الخضار ماذا عن باقي الأغذية الصحية المفيدة لجسم الإنسان في فصل الشتاء شوف إحنا في فلسطين في عندنا نعمة رهيبة جدا وهو الأكل الصحي في فصل الشتاء وهي الأكلات التقليدية للأسف الشديد اللي بدأت تتلاشى بوجود جيل نشأ على الوجبات السريعة يعني إحنا فصل الشتاء معروف عندنا الخبزة الحمصيص البامية والعداس البصارة هذه الأكلات الطبيعية الغنية سواء بالمغزيات الكبرى والصغرى زي الكربوهيدريت والدهون الغير مشبعة والبروتينات وأيضا بالفيتامينات والمعادن ونهيك أنها أصلا جاية من الطبيعة بعيدة عن الدهون المهضرجة والتي تسبب كوارث على جسم الإنسان أيضا المشروبات الموجودة عندنا زي مثلا السحلب السحلب مشروب جميل جدا أول شيء بديني الطاقة ولكن الطاقة اللي بتدخل بالجسم يعني الجلوكوز بيدخل بشكل تدريجي وتعتبر عبارة عن نشويات معقدة أيضا التلبينة مثلا الشعير مع الحليب مع العسل هذه من أول شيء الوجبات النبوية والأكلات النبوية وفي نفس الوقت بتديني شعور بالطاقة ومش بس طاقة كمان بتديني قدرة على التركيز بتديني هدوء بالعصاب هذه كلها أنا بحتاجة لفصل الشتاء تعرفوا فصل الشتاء مرتبط بالاكتئاب نتيجة مثلا إحنا موجودين الآن ما في شمس وعدم وجود الشمس ونقص ويتامين دال في فصل الشتاء أحد أسباب الإصابة بالاكتئاب يعني هذا السبب الشيوعا عند الناس أنه بيشعروا بفصل الشتاء بحالة من الملل الاكتئاب بتأثر على الصحة النفسية أيضا الأطعمة والبعض العوامل الأخرى الاكتئاب في فصل الشتاء ممكن يعني يوصل لمراحل متقدمة جدا طيب كيف يمكن للغذاء أن يحارب أو أن يعز الصحة النفسية عند الناس في فصل الشتاء إذن إحنا بنا ندور على المصادر الغذائية التي تقوي الحالة النفسية أو تعزز الحالة النفسية زي البوتاسيوم زي الماغنيسيوم الفيتامينات والمعادن هذه اللي هي موجودة مثلا في فصل الشتاء موجودة في الشعير زي ما قلنا التلبينة النبوية موجودة في النشا أو الموجودة في السحلب اللي هو يعتبر غذاء جميل في فصل الشتاء بنفس الوقت بمدنة الطاقة وبيحتوي على مواد مهدئة للأعصاب المشروبات زي البابونج الشومر المشروبات العشاب اللي إحنا بناخدها في فصل الشتاء برضو بتحتوي على مواد مهدئة أنا بحاجة أنه أنا أتناول هذه المشروبات في فصل الشتاء منه بتديني شعور بالدفئ زائد أنه بتديني تقوية للمناعة والحالة النفسية تحسن الحالة المزاجية عندي بجانب طبعا جانب مهم ما بدنا ننسى هو جانب الرياضة في فصل الشتاء اللي بيجهل أكتير من الناس أقل شيء يعني مشي يعني لما أشعر أنه الجو شمس شوي لو مشيت نص ساعة في الشمس اللي هي أصلا ما بتكون حامل فصل الشتاء ولا تؤثر على البشرة بشكل سلبي معناته برضو راح تعزز عندي سواء الحالة النفسية والحالة الجسدية طيب دكتور محمود يعني تحدثت قبل قليل عن جزئية المناعة يعني ملاحظ أنه الجو البارد في فصل الشتاء بيقلل من عمل جهاز المناعة بشكل جيد فيصاب الإنسان بأمراض كثيرة في فصل الشتاء وشهرها الرشح والإنفلوانزة هل هذه الأطعم التي أيضا تحدثت عنها تقل إنسان من هذه الأمراض؟ طبعا وتساعد في علاجه هو يعني الحضارات القديمة على مدار التاريخ حتى في تعريفها للأمراض كانت دائما تربط الأمراض بجهاز المناعة جهاز منع قوي يعني إنسان سليم تمام؟ اليوم للأسف هذه المفاهيم مش موجودة عندنا كتير نتيجة خلنا نقول الثورة الصناعية المزيفة لإحنا عيشينها لكن اليوم العالم كله يتجه نحو العودة إلى الطبيعة بنباته وخضاره وفاكهته وأيضا حتى مصادر الطبيعية المتنوعة اليوم فصل الشتاء هو اختبار المفترض أنا عندي فصل الشتاء هو الأكثر عرضة لإصابة بالأمراض وانتشار بعض الفيروسات لازم أنا قبل يعني يدخل علي الشتاء وأنا مجهز حالي وقاية وقاية من خلال التناول الصحي على مدار الثلاث فصول بأجي بعززها في فصل الشتاء من خلال تناول برضو فواكه الشتاء وخضار الشتاء والأكل الصحي في الشتاء إذن هي القضية قضية تكاملية لكن إذا أنا أكلي سيئة أكيد يعني في ناس في فصل الشتاء كل يعني طول فصل الشتاء مرضنين وفي ناس بدخل عليهم الشتاء وبيخلص ما بشعروا بأي نوع من أنواع الفلاوانزة أو الرشع لأنه عنده جهاز مناعة قوي إحنا دائماً بندور على جهاز مناعة قوي للإنسان وفبالتالي يقل إنسان من الكثير من الأمراض لكن الآن نقطة الأهم هنا دكتور يعني معظم الناس في فصل الشتاء لا يكلون ولا يملون من تناول الأطعمة على مدار الساعة ما سبب إنه الشهية تكون مفتوحة بشكل كبير عند الناس في فصل الشتاء وكيف يمكن ضبط هذا الموضوع هو شعور وهمي فكرة يعني حتى دائماً إحنا بنقول اللي بده يضعف وينقص من وزنه فصل الشتاء فرصة زهبية نهار قصير أكلات الشتاء صحية فواكه الشتاء صحية تساعد على إنقاص الوزن خضار الشتاء يساعد على إنقاص الوزن طبيعة الأكل فصل الشتاء تساعد على إنقاص الوزن لأنه زي ما قلنا لو بنعتمد على النظام الغذائي الصحي تمام وفي نفس الوقت أنا خلي الجسم يأخذ من الدهون يعني ليش أنا لما أنا بأشعر ولعلم حتى الإنسان اللي بشعره بالبرد أو في فصل الشتاء هو أفضل ليش؟ لأنه البرد بحد ذاته يساعد في حرق الدهون بشكل أكبر بس إحنا مش بنده على الناس يطلع بنصكم لأنه هيعيو ولكن بشكل عام ليش؟ لأنه الجسم اللي بدي يأخذ الطاقة أنا في عندي ما الضرم من الطاقة لما أنا بأشعر بالجوع في فصل الشتاء بالذات إذا كنت بعاني من السمنة يا إما هتطر أروح آكل ويزيد وزني أو أقول للجسم اتفضل في عندك مخزون استراتيجي في الجسم الدهون البيضاء اتفضل احرق منها هنا بيجي عاد دوري الزكاء كيف أتعامل مع جسمي بزكاء ومش معنات أنه أنا ما أكلش لا اليوم في بدائل اليوم في بدائل صحية سواء السكر الجسم لا يحتاج إلى سكر أبيض أبدا لأنه السكر أو الجلوكوز والفركتوز أنا بأخذه من مصادر كتير بأخذه من الخبز بأخذه من الفواكه بأخذه من الخضار كل شيء في الأخرى سيتحول إلى طاقة في جسمي لكن ما هو من أين المصدر أجيبه إذا أنا بدي أعتمد على الحلويات راح تكون كارثة والقضية تعود إلى التعود والقناعات أنه أنا في فصل الشتاء يجب أنه أنا أعود برجعتاني بقول إحنا في التراس الفلسطيني عندنا معظم الأكلات في فصل الشتاء هي أكلات غنية جدا بكثير من الفيتامينات والمعادن والتي تقل الإنسان من كثير من الأمراض سواء العداس أو المجدرة أو الخبزة أو الحمصيص أو البصارة يمكن هذه الحاجات في ناس أول مرة بيسموا عنها للأسف الشديد خصوصا الجيل الجديد كما تحدثت دكتور تعود على الأكلات السريعة فلا يقتنع بهذه الأكلات التراثية والمفيدة طيب دكتور يعني في فصل الشتاء كما تحدثت بتزيد شهية الإنسان وبيكتسب المزيد من الوزن طيب عدد الأكلات المفروض أو عدد الوجبات المفروض يتناولها الإنسان في فصل الشتاء هل هي نفس عدد الوجبات في باقي الفصول ثلاث وجبات؟ شوفوا موضوع عدد الوجبات مش هو الأساس الأساس ما هو نوعية الوجبة اللي أنا بقولها تمام؟ إحنا دائماً بندور على أول شيء الوجبة أن تكون صحية يعني ممكن أنا أعمل مجدرة بشكل صحي مدال روز أستخدم برغول مثلاً يعني مدال مقل البصل أشهر البصل تمام؟ ممكن أعمل فت بشكل صحي أنزع الجلد وأنقع الروز لمدة نصها بمعنى أنه إحنا الآن بندرب الناس اللي بتابعه ما هو التكنيك الصحي أنه منه أنا بحيث أكل مجلوب بس بشكل صحي حتى أعمل حلويات يعني اليوم في عنا محل ستيبيا مستخلص من نبات ستيبيا موجود في السوبار ماركتانات موجود في الصيدليات هذا الشيء برضو بديل عن السكر وما في صعرات حرارية وبأشعر بالطعم الحلو ونفس الوقت ما بديني أضرار زي السكر وهو آمن بمعنى أنه اليوم إحنا نبحث عن البدائل الطبيعية والبدائل الصحية الممكن أنا أتناولها وفي نفس الوقت أحافظ على صحة جيدة وأحفز جهاز المناعة بعيد عن الإكثار من تناول مضادات الحيوية والأدوية اليوم منظمة الصحة العالمية وغيره بتحذر من الإفراط من تناول مضادات الحيوية اليوم في شيء اسمه صار رزيستانس حتى البكتيريا صارت تقاوم هذه المضادات أنا في عندي الله سبحانه وتعالى مديني مصادر طبيعية سواء البصل الأخضر الفجل هذه كلها موجودة في فصل الشتاء هذه أقوى مضادات حيوية موجودة في الطبيعة خلي جسمي هو يدافع عن حاله ليش أنا أركن على الأدوية الخارجية اللي في الآخر راح توصلني لحالة سيئة ولها تأثيرات سلبية أيضا طيب ختاما دكتور محمود ما النصائح والإرشادات التي تقدمها للمواطنين والناس بشكل عام حول الغذاء الصحي والمفيد في فصل الشتاء أول شيء بنا نشيل من مخنى مفهوم أنه أنا جسمي بحتاج سكر جسمي كل شيء أنا راح أكله راح يتحول إلى سكر في جسمي نحاول ناخد الشيء من المصادر الطبيعية حتى لو بدي أتناول حلويات مضاف عليها سكر بدي أحاول أقننها بشكل كبير جدا ودائما أحاول أحط الصحن الأمامي ما تكون صينية يعني لأنه في الآخر راح أكل بكيميات كبيرة يكون أكل بعقلي وأشغل العقل دائما في تناول أي شيء بدي أكله انطلاقا من قوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه لأنه في الآخر هذا جسم أمانة المطلوب مني أحافظ عليه قدر الإمكان بعض المفاهيم خاطئ إحنا تربينا عليها غلط إنه الشيطة بده أكل كتير بده حلويات كتير لا بالعكس بممكن نعيش طول الشيطة مناكل حلويات ولكن ناكل المصادر الطبيعي زي الفواكه المجففة مثلا لو أنا بدي ألجأ إلها الفواكه بشكل عام هذه بتمدني طاقة بس طاقة طبيعية يعني الجسم بقول لديه القدرة على التعامل مع الفواكه وغيرها بطريقة إنسيابية لأنه أنا من صنع الله وهذه الفاكهة من صنع الله ما تدخل فيها البشرة فالجسم يتفاعل معها بشكل إنسيابي بعيد عن المواد المصنعة للجسم دائما يتعمل معها بردة فعل عكسية وتسبب سموم في جسمي قد تسبب كل الأمراض التي نسمع عنها اليوم وكما تحدثنا تعز الصحة النفسية وتعز جهاز المناعة وأيضا تقي الإنسان من السمنة فلينظر الإنسان إلى طاقة أشكرك جزيل أشكرا على كل هذه النصائح والإرشادات التي قدمتها للمواطنين دكتور محمود الشيخ علي أخصائي التغذية العلاجية وطب الأعشاب ومدير مركز ابن النفيس شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك